تنطلق اليوم جولة 11 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي وسيشارك في جولة الحوار وزير الخارجية الصيني وانج بي وجوزيف بوريل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ضرورة إجاء اتصالات استراتيجية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل حالة عدم الاستقرار أوضحت أن جانبين سيتبادلان الأراء بشأن العلاقات الثنائية وأيضا بشأن القضايا الدولية والإقليمية من أجل تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات رغم الحوارات الاستراتيجية بين الصين وأوروبا هناك عدة ملفات لا تتفق فيها بريكسل مع بكين أبرزها في هذا السياق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة